نقدر نقول ببال مرتاح كده أن الإدارة والجمهور هم العمل المشترك رقم واحد في انتظار الزمالك على نادي بيرامتز طبعا مع العيبة نادي الزمالك الرجالة بكل النجوم والقايمة والتشكيل المميزة اللي كانت موجودة في المباراة انت برضو ما تيجي تتكلم قبل المباراة كانت الحصوص كلها الناس بتتكلم رايح على نادي بيرامتز نادي بيرامتز هو المستقر كفنيا كلعيبة ما فيش اي مشاكل خالص الناحة التانية نادي الزمالك كل الناس تعلم بالظروف الصعبة اللي بيمر بيها نادي الزمالك قبل المباراة وقف ثلاث لعيبة مهمين غير الاصابات اللي عندك عندك اصابات يعني انت عندك عمر جابر عندك سيف الدين الجزيرة عندك محمد عبدالغاني عندك الوينش مصطفى شلبي فانت نص الفريق اصلا عندك غايب مسهلة ابدا انك تلعب بيرامتز على فكرة يمكن اكبر او تاني ميزانية في الاندية الافريقية مش في مصر هم اعلى ميزانية بالنسبة للعيبة وكولة اللعيبة اللي موجود بجانب بقى الاستقرار والحاجات اللي انا بتكلم مع حضراتكم فيها دي لكن جوه الملعب كل ده بقى خلاص اي فوارق بره الملعب واي كلام على الورق بره الملعب جوه الملعب حاجة تانية جوه الملعب المجهود والروح والكتال وانكار الزات والاستبسال كل حاجة شفناها من اللعيبة دات الزمالك في المباراة كل حاجة كل حاجة اما تشوف الكرة بتاعت حمزة المسلوسي الانفراض اللي انقذوا ببراعة راجل رايح مركز وفي تايمينج وفي وقت صح عطع الكرة من مايلي اللي هو مهاجم بيرامدز في الوقت المناسب يمكن دي كانت يعني نقطة فارقة كده في وقت المباراة فزي ما رابلو كان فيه استبسال وفيه روح غير طبعية شفناها من جميع لعيبة نادي الزمالك ولهو هتكلم على لعيبة نادي الزمالك حمزة المسلوسي واحد من اللعيبة اللي بتقدم مستويات مميزة كبيرة جدا الفترة اللي فاتت ولسه فيه لعيبة تانية عايزة اتكلم عليها هنجيلها ان شاء الله في كلامي مع حضراتكم لعيبة نادي الزمالك كلهم رجالة لعيبة نادي الزمالك كانوا على قدر المسلوية في هذه المباراة جمهور نادي الزمالك العظيم اللي زي ما انا بقول جمهور هو ما بيشجعش افراد ما بيشجعش لعيبة معينة هو بيشجع الشعار وبيشجع تي شيرت نادي الزمالك بس فقط لا غير عنده ايمان وعنده ثقة كبيرة جدا في كل العيب موجود داخل قائمة نادي الزمالك زي ما انا بقول لكم الكل كان عنده شكوك الا جمهور نادي الزمالك هو اللي كان عنده اليقين هو ده زي ما انتم شايفين على الشاشة هو ده الدرعة والسيف هو ده اللعب رقم واحد لنادي الزمالك بشكل عام في كل العابه يعني ده المنظومة كلها شغالة عشانه عشان خطر الجماهير دي عشان خطر الناس دي اللي همهم الاول والاخير مصلحة نادي الزمالك ومكانة نادي الزمالك اللي هو يسحقه الجماهير العظيمة دي اللي مش مستنية اي حاجة من نادي الزمالك ولا مستنية مال ولا جاه ولا مستنية اي حاجة ورغم تأخرنا في كل شوية في المباراة مسندين وبيشجعوا وبيدعموا اللعيبة عندهم زي ما انا بقول لكم سيكا غير طبيعية في تشيرت نادي الزمالك انا مش بشجع عشان فرض مش بشجع عشان نجم انا بشجع عشان الكيان الكيان العظيم نادي الزمالك وهنا زي ما انا بقول لكم لازم نقف عند مشهدين يلخصو لك فيلم مباراة الموسم بين الزمالك وبيراملز زي ما انا قلت على حمزة هو المشهد رقم واحد حمزة المسلوسي وفيستون المايلي والتدخل يعني تدخل اللعيب المخلص صاحب يعني حمزة بيفكرنا كيف ترق حامد عنده ثلاث رئيات في الملعب ما شاء الله عليه موسيقى